قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه دعا الله جل وعلا من ارتكب ذنوبا عظيمة في حقه دعاهم إلى المغفرة وإلى التوبة قال فدعا الذين قالوا إن لله ولد وقالوا الله تالي الثلاثة وقالوا يد الله مغلولا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ربنا قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون ربنا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقالت اليهود يد الله مغلولا الله قال غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم أبسوطتان ينفقوا كيف يشاع مع الزنوب دي كله والجرائم دي ربنا الآيات في صورة المائدة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم مع هذا كله قال والله غفور الرحيم قال ابن عباس بل دعا إلى التوبة من ارتكب ذنبا أشد من هذا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد والعياذ بالله قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه من الكاذبين سبحان الله ذو الارتكب ذنوب زيده قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين شوف أساء لموسى وأساء لأله وأساء للخلق إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين معد كله ربنا يقول اذهبا إلى فرعون شو ليو موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى معد كله ربنا يدعو للتوبة يدعو لأنه يرجع قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا قتلهم صحاب الأخدود حفروا لهم نار وكبوهم جوا النار وعذبوهم وقتلوهم ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بعد فاتح لهم الباب توبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لو ماتوا ماتوا على كذا إذ عذبوا في جهنم الباب مفتوح يا أخواننا إنت المسلم إذا كان دل كلهم الباب مفتوح لهم ما بالك أنت المسلم كيف تغنط من رحمة الله كيف تيأسم ما عند الله ابن عباس بعد ما ذكر مثل هذا ذكر مجموعة من الأمثال قال فمن آيس العبادة من رحمة الله فقد جحد كتاب الله رحمة الله مفتوحة والباب مفتوح للمذنب لكي يرجع ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ربنا تواب الرحيم اقبل عبده مهما فعل من الذنوب والجرائم وارتكب جاء في مسند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لو زود صغير ممكن تقول لي عمره ما أسعفه يجري مجرام كتير لكن ده لما نبيقى مش بعكاز معنا هذا نخبط لخبطة تقيلة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات أنا عندي غدرات الغدر معروف وفجرات من الفجور قال فهل من توبة أو فهل يغفر الله لي قال ألست تشهد أن لا إله إلا الله قال بلى وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد غفر الله لك مات يأس من رحمة الله العبد يذنب الذنب الليلة يتوب يستغفر الله يقبله ارجع تاني ويذنب تاني ربنا يقبله ارجع تالت ويذنب التالت ربنا يقبله لكن هل بتضمن انت تعمل الزنب أه وتاني بتلقى فرصة تتوب ده السؤال هنا عشان كده ربنا قال وسارعوا لأنه انت ما عارف بتموت بيتين ممكن الزنب ده يكون آخر ذنب إليك ويتختم لك على كده ما بتعرف انت بيتين بتموت الله قال وسارعوا بسرعة انت راجي شنو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله المؤمن بالذكر يرجع لكن المنافق يمشي طوالي ما بهمه ما أشي مواصل قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان